مركز جديد ينضم إلى منظومة رعاية الصحية افتتحته وزارة الصحة في منطقة أبو فطير السكنية لتقديم الخدمات الطبية لنحو 12 ألف نسمة المركز يمتد على مساحة 5000 متر مربع ويتكون من دورين تم افتتاح المركز الصحي الثاني والثلاثين في منطقة الإحمدية الصحية هذا المركز يأتي بجهد حثيث لخدمة أهالينا في منطقة بفطيرة إجمالي عدد السكان في مرحلته الأولى الآن 12 ألف وهو في ازدياد المركز مبني على حوالي 5000 متر مربع من دور أول وثاني راح يبدأ في عيادات الطب العام والسكر والأمراض المزمنة مجهز حقيقة بالخدمات الطبية الأساسية من صيدلة، تمريض، طبة وعن قريب المختبرات ستعمل الخدمات المقدمة في المركز حاليا تشمل عيادات السكري والأمراض المزمنة والطب العام على أن تتم زيادة العيادات وتمديد ساعات العمل بالمركز تدريجيا وفقا لإحصائيات المراجعين مركز أبو فطيرة راح يخدم منطقة سكان أبو فطيرة يتكون من عندها عيادات عامة وعيادات تخصصية منها الطب العام تخصصية مثل السكر والأمراض المزمنة نطمح بالمستقبل أن يكون عندنا عيادات جلدية والأمومة بالإضافة إلى عيادات التغذية الطفل السليم وكبار السن اهتمام وزارة الصحة بالتوسع في افتتاح المراكز الصحية يأتي في سياق خطة التنمية في البلاد التي تنطلق من رؤية 2035 سعيا إلى تحقيق إحدى ركائزها المهمة المتمثلة في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية